مرتضاء مرحبا بيك للمرة الثانية على مسرح الحمامات شني اللي يختلف بين المرة الأولى والمرة الثانية؟ سيعة مرحبا بيكم يعني المؤسسة هذي عندها لي فضل كبير واحتضنتني في بداياتي وما زلت محتضنتني لتو هذي مؤسس دولتنا معناه وبلدنا وتعزي علينا برشا دونك بتشرف برشا مش نعطي كلمة اليوم اللي تبدل بين حمامات المرة الأولى وهذي انه أولا نوحدنا اليوم مرلي فاتت كنا مع فنان آخر بتحس عندي برشا حكاية مع فنان آخر ديما مع فنان آخر إن شاء الله بديني بيكونوا وحدنا اللي تبدل اليوم ما كانت قبل كانت الناس نجي تكتشفنا اليوم الناس جاية وتعرف بليزو ما شنو بجي يكون موجود جاية وتحب تشوف نسخة أخرى ما اللي شفتوا قبل معناه الحمدولله ولق معناه عننا عباد اللي قاعدة تدفع على المشروعون بتاعنا وقاعدة تشجع فينا ونحن لحقيقة رسمين الناس هذوكم وأي خطوة نعملها كل سواء أصيب أو أخطأ فيها راهي جاية بيش نرذي الناس هذوكم جاية بيش نحاول نكون في المستوى من شاء الله نكونوا وفقنا بنسبة كبيرة وكهو اللي يوصلوا اليوم مرتضى وبرشة كلمة قالوا نو موجود في برشة مهرجانات مجاش من فراغ بعد يعني سنوات وعمل كبير يلقى روحوا اليوم حاضر في معظم المهرجانات فعلا أنا كنت جاوبت عليه ونحن بنعود مزيد جاوب عليه على خاطر كونتينيو متاعنا ننظيف على خاطر إدارة المهرجانات بالتوازي مع سلطة الشراف وحتى زادة وزارة داخلية اللي ولت عندها سلطة على المسارح بوزك المسارح تيبع البلدية والبلدية ترجع بالنظر المناطق وكل وزارة داخلية دونك وليوا ببرشة يعسوا على الكنتينيو ونتصور هذه التواصية من الرئيس الجمهورية جملة معنا أنه نحاول يكون الكنتينيو نظيف نحاول نكونوا من غير كلام زايد نحاول يكون مهرجا نمتعنا في ذوق معين وفي مستوى معين الكنتينيو متاعنا ننظيف مش كان نحن معنا رأوف مهر معنا برشة فنانين محترمين سيلم هافزة دارينه موجود الناس ذوما لكل كأيبوتات رجناء وثمرت أنهم قاعدوا يخدموا بالكنتينيو نظيف ما استعملوش كلام ممكن يعاكس معنا محافظة متاع شعب التونسي هذا ممكن للقينيو عام السناء آخر سؤال اليوم عربيا هل أنه حان الوقت وإن شاء الله الانتشار العربي مع عمل بشجمعك بنصيف زيتون إذا كنت تحبش تعطي برشة تفاصيل لكن على الأقل هو تم الإعلان على العمل هذي ليه هو دوتا وبرسك التفاصيل كل تعتاد لحقيقة شوفوا ما نتصورش إني أنا مش الخطوة ما نعرف هاش معناها الاثنية ما نعرف هاش دون قاعد نوطلو في التوفيق من عد ربي وبش نحاولوا أني نحتوها هالمسيرة هذي ما نتصورش إنه إنسان يقرر بش يولي نجم عربي يولي نجم عربي متصورش هكيك نتصور لحكيها تجي برشة خدمة نتصور لحكيها ما تجيش مقصودة تجي سبونتانيما هي لحقيقة الغنية رأي كانت سبونتانية ما كونش بخطط له التعامل هاذا فوجئت بيه خطر الاقتراح جاي من عنده محاجة شرفتني برشة ما نعراش معناها كلكو سواه كانت مع الغنية هذي أو مع أغاني أخرى مرتضبش كمل يخدم العراحة للأخر ونتمنى نشار معناها أن ننمثل تونس حتى في مئة مئة ربعة تونس معناها هذي أمنيتي مليان صغير وإن شاء الله يربي أول ما تطيح لنا الفرصة هيكي نكونوا في المستوي بإذن الله شكرا لكم مرتضبتيتي وشكرا عقبول دعواتنا على مجاتذة على الوطنية التونسية شكرا شكرا لكم سلم وعطوان سلكل شكرا لكم شكرا لكم